بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشر موقع ميدل إست آي البريطاني تقريرا للكاتب عمران ملة ناقش فيه تاريخ إلغاء الخلافة العثمانية عام 1924 كجزء من مسعى مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك إلى تحديث الدولة وفصلها عن الدين موضحا الأسباب والتداعيات المترتبة على هذا القرار ويوافق مارس آذار الجاري مرور مئة عام على قرار مجلس الأمة التركي الكبير إلغاء الخلافة التي استمرت 1300 عام وذلك في الثالث من مارس آذار 1924 حيث كان زوالها لحظة رئيسية في تاريخ هذه الجمهورية التي يبلغ عدد سكانها الآن أكثر من 85 مليون نسمة وأشار الكاتب إلى أن هذا القرار يعتبر أيضا علامة بارزة في تاريخ السياسة والإسلام ووضع خاتما على نهاية الحكم العثماني الذي شكل جزءا كبيرا من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط لما يقرب من 6 قرون حسب ما نقل موقع الجزيرة نيت وأفاد بأن الخلافة كانت مؤسسة سياسية إسلامية تعتبر نفسها تمثل خلافة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقيادة المسلمين في العالم لذلك لم يكن الأمر خاليا من الجدل أبدا ففي بعض الأحيان كان العديد من الحكام المسلمين يتنافسون على لقب الخليفة في ذات الوقت وقال الكاتب إن عائلة عثمان السلالة العثمانية الحاكمة طالبت بالخلافة منذ عهد السلطات سنين الأول 1512 بعد أن أصل السلطان العثماني الخليفة العباسي محمد بن يعقوب المتوكل وقضوا على المماليك بعد معركة مرج دابق 1516 وترسخ موقف الخلافة الناشئة على مدى العقود التالية عندما ضمت الدولة العثمانية المدن الإسلامية المقدسة في مكة والمدينة والقدس وبغداد العاصمة السابقة للخلافة العباسية في العصور الوسطى عام 1934 ويناقش المؤرخون خلال السنوات الأخيرة مدى صحة الفكرة الشائعة سابقا والتي مفادها أن العثمانيين لم يهتموا بفكرة الخلافة حتى القرن التسعتاشر وأوضح الكاتب أن تصور الخلافة أعيد بنائه بشكل جذري خلال القرن الستاشر من قبل الطرق الصوفية القريبة من السلالة العثمانية حيث أصبح الخليفة شخصية تتمتع بسلطة زمنية وروحية على رعاياها وهكذا جاء البلط الإمبراطوري ليقدم الخليفة الذي كان يوصف قبل ذلك بالسلطان على أنه خليفة الله في الأرض وأضاف أن الخلافة العثمانية التي أعيد تفسير طبيعتها عدة مرات طوال تاريخ الإمبراطورية استمرت لمدة 412 عاما من عام 1512 حتى عام 1924 أما عن الخليفة الأخير فقد أنضى الأمير عبد المجيد الذي ولد عام 1868 مؤظم حياته البالغة تحت المراقبة المشددة والتقييد الذي فرضاه السلطان عبد الحميد الثاني على أمراء الأسرة الحاكمة ولفت الكاتب إلى أنه بعد الإطاحة بعبد الحميد في انقلاب عام 1909 وإقامة الخلافة الدستورية أصبح عبد المجيد وهو رسام موهوب وشائر متحمس للموسيقى الكلاسيكية شخصية عامة عصرية حيث أطلق على نفسه لقب الأمير الديمقراطي ولم يقتصر الأمر على رسم لوحة لسلفه السلطان عبد الحميد أثناء إقالته من السلطة بل إن عبد المجيد التقط صورة مع الرجال الذين نفذوا الخلع وأصيب الأمير باليأس خلال الحرب العالمية الأولى بسبب الهزائم العسكرية التي منيت بها الإمبراطورية بل أصبح أكثر بأسا خلال احتلال الحلفاء للأراضي العثمانية بما في ذلك عاصمتها إسطنبول وأصبح محمد وحيد الدين لاحقا الخليفة والسلطان وكان عبد المجيد وليا للعهد مما جعله التالي في ترتيب ولاية العرش ولكن عام 1919 رفض وحيد الدين دعم الحركة القومية الناشاء لمصطفى كمال باشا أتاتورك لاحقا أثناء قتالها ضد قوات الحلفاء في منطقة الأناظول وفاد الكاتب أن القوميين حركة الاستقلال أنشأوا الجمعية الوطنية الكبرى في أنقرة يوم 23 أبريل نيسان 1920 كأساس لنظام سياسي جديد وفي وقت لاحق من ذلك العام دعا أتاتورك السلطان عبد المجيد إلى الأناظول للانضمام إلى النظار القومي لكن قصر دول مبهشة في إسطنبول حيث كان يعيش الأمير حاصره الجنود البريطانيون ولم يكن أمام عبد المجيد أي خيار سوى رفض العرض وهو الموقف الذي سيستشهد به الجمهوريون في وقت لاحق عندما يتحول المد ضد الخلافة كيف أصبح عبد المجيد خليفة؟ وقال الكاتب أن الهدنة أسفرت عن انتصار القوميين وما هدت الطريق لإنشاء ما سميت تركيا الحديثة في أكتوبر تشرين الأول 1922 وكان السلطان وحيد الدين مكروها على نطاق واسع من قبل شعبه وفي الأول من نوفمبر تشرين الثاني ألغت الحكومة الجديدة السلطنة ومعها الإمبراطورية العثمانية وأضاف أن وحيد الدين غادر بطريقة مخجلة إسطنبول على متن سفينة حربية بريطانية في السابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني وفي غيابه ألغيت الخلافة وعرضت بدلا من ذلك لقب الخليفة على عبد المجيد الذي قبله على الفور وصعد إلى كرسي الخلافة في 24 نوفمبر تشرين الثاني 1922 ولأول مرة كان من المقرر أن يصبح أمير عثماني خليفة وليس سلطانا ويتم انتخابه لهذا الدور من قبل الجمعية الوطنية الكبرى برلمان الجمهورية التركية وأوضح الكاتب أن الصراع بدأ على الفور تقريبا وفي دوره الجديد منع عبد المجيد من الإدلاء بتصريحات سياسية وبدلا من ذلك طرحت الحكومة في أنقرة رؤية جديدة للإسلام يكون فيها الخليفة مجرد شخصية سورية ولكن كما كتبت حفيدته الأمير النصر الشاه في وقت سابق فإن عبد المجيد لم يكن لديه أي نية للالتزام بالإرشادات المحددة وأفاد بأن صحيفة نيويورك تايمز أبلغت قراءها في نيسان أبريل 1923 أن الخليفة رسام المناظر الطبيعية لا يبدو من المرجح أن يسبب أي إزعاج لأي شخص وأشار الكاتب إلى أن هذا كان تناقضا صارخا مع الواقع في تركيا حيث كانت عظمة وشعبيت مواكب عبد المجيد الأسبوعية إلى المساجد المختلفة في إسطنبول لأداء صلاة الجمعة تثير قلق أنقرة بشكل متزايد وفي إحدى المناسبات وصل الخليفة إلى أحد المساجد عن طريق عبور مضيق البسفور على متن بارجة كبيرة مزينة برسومات وترفع راية الخليفة وأضاف الكاتب أن الخليفة عبد المجيد لم يكن دمية صامتة بل على النقيد من ذلك أقام الولائم وأنشأ أوروكستر الخلافة واستضاف اجتماعات سياسية في قصره الأمر الذي أثار ذعر أنقرة كثيرا قال الكاتب أنه بعد تحرير إسطنبول أعلنت تركيا جمهورية في 29 أكتوبر 2021 عام 2023 وبيّن أن إحدى نقاط التوتر كانت هي رد فعل الحكومة الغاضب على رسالة كتابها زعماء مسلمون في الهند إلى رئيس الوزراء التركي يوم 24 نوفمبر 2022 وحذروا من أن أي انتقاص من هيبة الخليفة أو إلغاء الخلافة كعامل ديني في الجسم السياسي التركي سيعني تفكك الإسلام واختفائه العملي كقوة أخلاقية في العالم ولكن كيف أعزل عبد المجيد؟ وأبلغ حاكم إسطنبول أنذاك حيدر بيك برفقة رئيس شرطة إسطنبول سعد الدين بيك الخليفة المخلوع عبد المجيد بالقرار قبل منتصف ليلة الثالث من مارس أذار فوجدوا الخليفة يطلق القرآن في مكتبته وقرأوا عليه أمر الطرد وأجاب عبد المجيد أنا لست خائنا لن أذهب تحت أي ظرف من الظروف وكانت ابنة الخليفة الأمير در الشهوار تبلغ عشر سنوات في ذلك الوقت وهي تستعيد ذكرياتي عن تلك الليلة والشعور بخيبة الأمل ليس من قبل الحكومة في المقام الأول بل من قبل الشعب التركي وقالت لقد ضح والدي الذي حكمت عائلته طوال القرون السبع الماضية بحياته وسعادته من أجل الشعب الذي لم يعد يقدره وحوالي الخامسة صباحا خرج عبد المجيد من القصر مع زوجاته الثلاث وابنه وابنته وخادمتين وقد تلقى الخليفة المخلوع التحية الرسمية من قبل الجنود والشرطة الذين كانوا يحيطون بمنطقة دول مباشة ثم اتجه إلى منطقة شطالجة غرب إسطنبول ليستقل القطار وبالعودة إلى إسطنبول منح الأمراء يومين للمغادرة وألف ليرة تركية لكل منهم وكان لدى الأميرات وأفراد الأسرة الآخرين ما يزيد قليلا عن أسبوع لترتيب رحيلهم وعندما غادر الأمراء المدينة تجمع حشد من الناس بدى حزينا ومستسلما لتوديعهم وفي غضون أيام انتقلت عائلة عبد المجيد إلى ضاحية خلابة تقع على بحيرة ليمان في جينيف بسويسرا وأوضح الكاتب أن أنقرة رحبت بنهاية الخلافة وبداية حقبة جديدة وأمر النواب والبرلمانيين أن يقسموا بالشرف وليس بالله وخارج تركيا أثار إلغاء الخلافة منافسة حول من سيتولى إرث هذه المؤسسة العريقة وتوفي عبد المجيد مساء 23 أغسطس آب 1944 في فيلا بالقرب من باريس عن عمر ناهز 76 عاما وكانت القوات الأمريكية تحاول تحرير فرنسا وتقاتل الألمان في موقع قريب من مقر إقامته عندما طارت رصاص طائشة إلى الفيلا وأصيب بنوبة قلبية وفي عام 1939 أعرب عبد المجيد عن رغبته في أن يدفن بالهند وقد بني له قبر هناك من قبل أصهاره الأمراء ولكن لم يتحقق له ما أراد لصعوبة نقل الجثمان آنذاك وفي الوقت نفسه رفضت الحكومة التركية بشدة السمح بدفنه في إسطنبول ولذلك دوفن في باريس لمدة عقد تقريبا وفي الثلاثين من مارس آذار 1954 دوفن آخر خليفة للإسلام في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة بأمر من الملك سعود في الختام لا تزال الخلافة العثمانية والتي سقطت قبل قرن من الزمان والتي كنا نتذكرها أو نتذكر الذكرى المؤوية لغياب الخلافة عن الأرض وفي شهر مارس الذي نعيش فيه الآن كنا نعيش غياب الخلافة الإسلامية عن الأرض الخلافة الإسلامية والتي أظلت الأرض لمدة 1300 عام تغيب لقرن من الزمان فهل آن موعد عودتها مرة أخرى والتي تؤرق الغرب وتستدعي لهم الكوابيس مرة أخرى هل تحكم بلاد الإسلام بالخلافة مرة أخرى قبل قيام الساعة أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر